اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيكم جميعا ويمسيكم بالخير ويمسي المشاهدين والمستمعين بكل خير وكل عام انتم بخير مناصمة سنة جديدة الله يجعلهم سنة خير على الجميع ان شاء الله مسح داخل لنفقات الاسراء مسح متعارف عليه دوليا معظم الاجهزة الاحصائية في معظم دول العالم استفد هذه المسح مملكة البحرين تنفذ المسح بنفس المنهجية والاستمارات المتعارف عليه دوليا وحسب التوصيات الدولية طبعا في الفترات السابقة كانت مملكة البحرين استفد المسح العشر سنوات فهذا حال كثير من الدول ان شاء الله نعمل في المستقبل باذن الله نحن نمسح لخمس سنوات المسح لن يشمل جميع الاسراء في البحرين لكن تم اختيار عيننا عشوائية قارب الاسراء في فترة مواطنة وغير مواطنة من الاسراء المقيمة في المملكة والتي تم طبعا نختيارها بشكل عشوائي ووفق منهجية عميمة جوترة العينة بتتوزع طول السنة كل شهر بيكون هناك في مجموعة مختلفة من الاسراء وكل اسراء سيتم نزور عليها خلال شهر واحد فقط يعني الباحث يزورها خلال تقييدا أربع زيارات في الشهر المسح يتكون من ثلاثة استمارات الاستمارة الأولى بتكون الاكترونية وأثناء زيارة الباحث للاسراء بتتكلم عن خطائف المسكن ومعلومات عن أفلاد الاسراء اللي تكنين في نفس العنوان الاستمارة الثانية بتكون كذلك الاكترونية وأثناء زيارة الباحث بتتكلم عن صرف الاسراء على السلع والخدمات المعنرة يعني الأشياء أو الخدمات اللي الاسراء تشريها أو تصف عليها في فترات متباعدة مثل شراء الأجهزة الإلكترونية شراء سيارة مثلا صيانة في البيت وهكذا غيرها من الأمور الاستمارة الثانية بتكون عبارة عن دائري وإلكتروني كذلك وبتسجل فيه الاسراء المختارة بين العينة جميع نصاقها من تلعب الخدمات خلال شهر كامل نعم نعم الأستاذة دعال حربان نائب الرئيس التنفيذي للأحصى والسجل السكاني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كل الشكر والتقدير لك الجلس السكاني ترجم الى صندوق شهر ترجمة نانسي قنقر